ويمكن اللقاءات النهاردة مكسفة مع أصحاب المؤسسات العالمية اللي بتفي صناعة السيارات والحقيقة يعني كان هناك عرض هذا الإسبوع من أحد هذه المصانع الكبرى واللي عرض أنه لغاية 27 حيوطن تصنيع 6 مدلات سيارات جديدة داخل مصر يعني لغاية 27 حيبقى بينتك 6 مدلات تباعا جديدة منهم السيارات الكهرباء وده شيء مهم جدا بحجم إنتاج كبير حيبقى جزء منه يغطي سوق المحلي وأيضا يبدأ يصدر للخارج وده شيء مهم قوي للصناعة المصرية زي ما بكلمنا وحنجتمع تباعا مع عدد كبير من رجال هذه الصناعة صناعة السيارات أيضا كان صناعة المحمول ودي طبعا شيء مهم جدا احتياجات سوق المصري سنويا 20 مليون جهاز نهاردة احنا يمكن وصلين لحوالي إنتاج 11 أكتر من 11 مليون جهاز وفي مشروعات هتتفتح في خلال الشهور القليلة القادمة هتخلي الإنتاجية تصل إلى 17 مليون جهاز ولكن اللي أنا طلبته الحقيقة من السيدة الوزراء أن احنا نضع خطة مش طموحة خطة قادرين أن احنا ننفذها أن يصل تصل هذه الصناعة في مصر إلى أكتر من 100 مليون جهاز سنويا ده يمكن هذه الصناعة من خلال الشراكات اللي بتحصل النهاردة مع المصنعين الدوليين وإحنا على الحمد لله بقى عندنا أربعة من أكبر خمس مصنعين على مستوى العالم بقى فتحوا مصنع في مصر فإحنا النهاردة اللي بنعمله معاهم إن احنا نشجحهم على أن هم يضعفوا كميات الإنتاج ويبدأ جزء منها يوجه إلى عملية التصدير فبالتالي أنا حطيت معاهم مستهدف أن نصل إلى 100 مليون جهاز سنويا بحيث أن يبقى جزء يعني 25% منهم تغطي الاحتياج المحلي والباقي كله يبقى بغرض التصدير وتوضع الحوافز لهذه الصناعة الوعدة بحيث تبقى نضع لها الحوافز اللي تشجع هذا الموضوع